و عمر من أعظم القصص القرآنية و كل قصص القرآن عظيمة و يعني نحن بحاجة الآن قصة يوسف حقيقة قصة يوسف مع إخوانه الحقيقة إنه والله ما تمن لا من جهة المربي ربي أبنائه ولا من جهة العوائل ولا علاقة المجتمع ترى كلها تشابكة يعني تخيل نبي و إخوانه خلنوا يكون صريحين حصلت بينهم غيره غاروا على يوسف و على أخيه ثم ماذا صارت العاقبة لما صبر و أعظم منها و أعظم من ذلك كله ختام القصة لما عفى يوسف عمر رموه بالبئر و كادوا يقتلونه و كذبوا على أبيهم و يعني ثم وضعوا أخوه متأتهام السرقة و دخل في الإشكالية لكن من أجمل اللفتات و هذا و الله يعني يجب أن ننتمعنا حينما قال يوسف عليه السلام سأستغفر لكم ربي قالوا العلماء أي عقوب عفوا 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 يعقوب أبيهم لما طلبوا منه الحل و استغفار و السماح لهم قال سوف قالوا سوف تفيد المدة لأنه وقع في نفسه و الألم و الحزن اللي وقع فيه ما هو بالسهولة أن يعني يعقوب لا يخرج عن بشريته النبي و عظيم و كريم عند الله عز و جل لكن ترى هل الأحاسيس و المشاعر يعني ليس من بعض الناس زو الله خير لا غلط عليه أحد قال يا رجال خلاص سامع و قضينا ترى مهي بأن أف الشعور حين ترانا شعور و أحاسيس النبي صلى الله عليه وسلم حزن و النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه ألم ليس بالبساطة أن تطلب من شخص ظلم أو أختي عليه أو تجاوز عليه إخوانه أو تجاوز عليه أسرته وتقول بالله يا أخي احتسب و و عفوا قضينا نعم هو يعفو و يحتسب و كل حاجة لكن ترى هل بالنفس يحتاج وقت لا تجبل الناس على المثالية ما أجمل من الواقعيه و يكون الإنسان يعني واقعي إن أذنك